ما حدا بيصور خيبته إلا أنا بصور لكون كل خيباتي تشايفين هاي الصورة اللي كنت حاطتها فوق كنت حابة أعمل مثل هاي ولكن ما طلعت معي نفسها والحاجة أم الأختراع أم تعملت فيها حالة تاني أنا كمان مثل لكون مو دائما كل شي بينجح معي أحيانا في شغلات بحب أعملها ولكن تنجح بس بغير طريقة بعدل عليها بزبطها يعني إذا حبيتوا شي تقدروا تتفننوا فيه حتى لو ما نجح معكم طبعا هادا الحلو كانت ريند هاي السنة وكتير حبيت أعملها وولادي أكتر شي كانوا يشوفوها على التلفزيون ويطلبوها مني هاي عجينة البف باستري بتلاقوها بكل المحلات قطعتها هيك بشكل رول وبلشت ألفها ما ترسوا عليها كتير شايفين هاي وحدة أمت لفيتها على وحدة تاني مشان تطلع حجمة كبيرة بهاي الطريقة شايفين هون عندي ورق سلوفان أصيتها ورح أعملي هيك على شكل دائري مشان إذا العجينة كبرت ما تطلع من هاي القاعدة طبعا ما كنت رح أحتاج هاي لأنه العجينة طلعت صغيرة وما كبرت عندي لها الدرجة وهيك دخلت على الفرن على درجة حرارة 108 شغلتها من فوق ومن تحت ما كبرت معا كتير وكمان هيك ما طلعت متساوية كلها نفس الشي هون صعر معي إحباط بس قلت لأ لازم أعدل عليها وأعمل شي قصيتها من النص حطيت لها قشطة مع فراولة وفيكن تحشوها بالحشوات اللي بتكن ياها شوكولاة مثلا زبدة فستق حلبي التزين على حسب رغبتكن وزوقكن بعد ما خلصت حطيت عليها شوية شوكولاة باللون الزهري وزبدة فستق حلبي وآخر شي حطيت لها كمان قطر لأنه هذا الحلو ما فيه سكر حتى القصطة ما كان فيه سكر لهيك حطيت لها قطر وفعلا طلعت كتير لذيذة وحبناها وأهم شي إنه عجبتهم لعائلتي وكتير حبوها إذا أنتو كمان عجبكن الفيديو ما تنسوني من دعمكن لايك وكومنت حلو سلام